وخلينا نبدأ بقى بالثقافة لأن ناس كتير جدا تقولك ما أنا بأكل كويس خلاص مش مهمة بقى الحاجات الرفاهية دي اخدوها ان هي رفاهية أصلا حاجة يعني زي بيقولك مكمل غذائي وحاجة مش لازم يعني تبقى أساسية صعب قوي ان احنا نعرف نكتفي بالأكل الصحي ده صعب جدا الفيتامينز والمينرالز موجودين في الخضار والفكهة لكن في بعض الفيتامينات مش موجودة أصلا في الأكل زي الفيتامين ديل مثلا مهمة قوي ان احنا يبقى عندنا الوعي والثقافة الشديدة ان الموضوع مش طرفيه الموضوع اجباري لأن الفيتامينات والمعادن هي المسؤولة عن الصحة العامة والصحة الجسدية والصحة النفسية طيب ايه أهمية الفيتامينات للجسم لو هتكلم على الجسم بشكل عام مهم جدا لقصة الخمول والكسل بتلاقي دلوقتي شباب عندها خمول وكسل والله أطفال أطفال بقى ما عندهمش أكيد أمراض مزمنة دلست ما شوفوهوش دنيا فمهم قوي الفيتامينات للخمول والكسل مهم لدعم التمثيل الغذائي وصرعة الايد لأن من غير التمثيل الغذائي ما فيش حياة التمثيل الغذائي أو الحرق ده مهم للطاقات اللي احنا عارفينها بالطاقات البدنية أو الحركة البدنية والطاقات الخفية زي التنفس مهم لي جدا التمثيل الغذائي زي حركة الدم وصول الفيتامينات والمعادن والهرومونات كل الحاجات دي محتاجة تمثيل غذائي زي عملية الهضم محتاجة تمثيل غذائي لو هتكلم من ناحية الجمالية مهم جدا الفيتامينات لصحة شعري مهم لنظارة بشريتي مهم لتأخر وده بقى رجال وصيدات ستات ورجالة طبعا ومهم للضوافر ده بتكلم عن الشكل الجمالي وكمان أثبت أن بعض الفيتامينز بتقدر تخسس زي فيتامين سي بيقدر يحرق الدهون فلازم يبقى عندنا الوعي شديد أن الفيتامينات مش حاجة اوبشنال يعني كويس جدا بسي بقى فيه كمان غير أن إحنا الثقافة لو بتدينا بيها كموضوع يعني فكرتنا برضو لو هنتكلم عن الناس كرياضيين وناس عادية إيه الفرق ما بين ده وده أو الفئة دي والفئة دي وهل فئة الناس اللي هي مش رياضية العادية بتبقى محتاجة باعتمينز أكتر علشان هي يعني زي ما أنت قلت ما بيعملوش حاجة ما بفيش أي كرياضي للجسم بيكون موجود أولا احنا منحاول أن احنا يعني ما نبقاش ماشي أكل مش عايزي يبقى رياضي بس على الأقل نمشي شوية نتحرك ده مهم جدا ما نبقاش عادين 14 ساعة في البيت الفرق بين الرياضيين والمش رياضيين الرياضيين ممكن يكونوا بيحتاجوا مية أكتر يعني شربوا مية أكتر عشان هم بيعرقوا كتير يعني احنا مهم جدنا البروتينات لبناء الكتلة العضلية في الجسم الرياضي محتاج البروتينات دي إضرابي في كذا مرة يعني الرياضيين محتاجين الفيتامينات عشان المناعة بتاعتهم محتاجين الكالسيوم عشان العظم بتاعتهم محتاجين فيتامين بي أو فيتامين بي عشان قوة أعصابهم كل الحاجات دي برضو الرياضيين محتاجينها أكيد فمن أهم الفيتامينات اللي موجودة دلوقتي ومن أهم المالتي فيتامينز الأمنة جدا الغذاء هو ألبا مالتيفيت أو ELP مالتيفيت. ليه بقول ألبا مالتيفيت؟ لأنه دخله 13 فيتامين وعنصر. هو ليه أصلا ELP يا دكتور دينا؟ يعني ده اختصار لإيه؟ ده التريد نيم. ده الإسم التجاري بتاعه. ده الإسم اللي ترخص به ألبا مالتيفيت من هائل سرامة الغذاء. طيب ألبا مالتيفيت ليه بقول أنه داعم جدا للصحة. لأنه بيحتوي على فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا لسرعة انتصاص الحديد رقم واحد. لأن كتير مننا عنده أنيميا. مع أنه بيقول لك أنا باكل لحمة كويس وبس لسه عندي أنيميا. لأن الحديد من غير فيتامين سي مش يحصل له انتصاص. فيتامين سي موجود كمان للمناعة والصحة بشريتي وكمان سرعة إنتاج الكولوجين اللي بينقص. عندي الزنك. الزنك داخل قلب مالتيفيت مهم جدا. الزنك مهم جدا للمناعة. مهم لعاملات الحيوية. مهم لكل خلية في جسمي محتاجة زنك. عندي طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشة فيتامين بي. عقلة فيتامين بي كلها. وده صعب تلاقيه في مكمل غذائي واحد. صح. أنك يبقى عندك الكوبالامين عندك الثايمين. عندك فيتامين بي واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة وسبعة وتسعة واثناشر. داخل قلب مالتيفيت الكوبالامين. مهم جدا لإنتاج كرات الدم الحمرة. عندي طبعا الكالسيوم بنسبة 70 ميلي جرام. حد يقول طب الدكتورة دينا مثلا بتقول نمشي على القلب مالتيفيت لايف ستايل. طب احنا خايفين ان الكالسيوم يعلى. الكالسيوم البلغين محتاجين 1000 ميلي جرام. أنا عندي داخل قلب مالتيفيت 70 بس. فمش هيحصل اي ترسيم بالكالسيوم. هو ده اللي بيميز قلب مالتيفيت الحقيقة. طب بس في عندنا فئات برضو مختلفة عشان الناس او السادة دراسي مشاهدين يكونوا مطمنين بفئاتهم المختلفة. بالتفكير المختلف. او التخاوفات المختلفة. خلينا نروح مثلا ليه فئة السيدات اللي هما مرضعات مثلا. هل دول برضو فئة بيبقوا زي ما هما حوامل بيبقى محتاجين فيتامينز. برضو فترة الرضاع بيبقى مهم جدا. خلينا نعرف. مهم جدا اي سيدة في فترة الرضاع انها تدعم جدا بالفيتامينز. والدعم جدا بالقلب مالتيفيت. ومع قلب مالتيفيت قدر اقولها كمان مهم الاميجا ليها جدا. اوميجا ثري. اوميجا ثري مهم جدا. لان الحامل بيبقى عندها اكيد نقص في الفيتامينات والمعادن والكالسيوم. فمهم انها تدعم وبيقول لها انه امن جدا لها قلب مالتيفيت. ما عندهاش اي مشكلة تستخدمه. اهم حاجة الجرعة تبقى صح. يعني محدش ياخد تلت راس من قلب مالتيفيت. عشان كل السادة العملة اللي استخدموه اتبسطوا. فقالك اقتر من الفيتامينات. دي مشكلة. يعني هاوند ما ينفعش نقتر اطلاقا في الفيتامينز. الجرعة المصرح بيها هي قرس واحد. عايزين اخد اكتر من قرس. ماشي مع دكتور يسأله الدكتور وقتها محتاجين اكتر من قرس. ولا لو عندهم ديستركشن رهيب للفيتامينز. لكن الطبيعي ان انا باخد قرس واحد. بعد الفطار او بعد الغداء بساعة على كوباية مياه كبيرة. مش بالليل. يعني ما اخدوش قبل النوم. لا ما يكلم على الفطار. على الفطار اولا. عشان يدي باور حتى بقيت اليوم.